اشتركوا في القناة سنكمل الفيديو سماعة النبي احنا جبنا العنب في الجزء الاولاني وروحنا مسكينه مقطفينه واستبعدنا البيض منه وبعد ما استبعدنا الحاجات البيضة وتأكدنا ان الحب الموجود لا يوجد اي بواء من العنائد من الحاجات اللي تبقى مسك العنب دا وما فيوش اي حاجة اي حبية بايزة استبعدنا كل البيض واتأكدنا الحب كلها نظيفة مسكنا العنب وغسلنا غسلة كويسة وبعدين بعد كده صفناه وبعدين بدأنا نفرومه في قلب المفرم او ممكن تضربه في القلاط اللي هم الان سابليك يعني بعد ما خرمنا في قلب المفرمه واحنا بنفرم وضفنا عليه شوية شعير يعني مثلا احنا كنا عاملين زي حوالي اربعين كيلو عنب وضفنا له نص كيلو شعير بنفسره وضفناه مع الفرن بحس يديله نكا في اسناء الايه؟ في اسناء التخمر وبعد ما فرمنا وضفنا الشعير قلبنا عليه قيمة نص صابع خميره نص صابع خميره ده يعني زي 100 جرام خميره تقريبا يعني خميره بتاع العيش العادية وبعدين سيبناه لمدة واحد وعشرين يوم بيتخمر بس اسناء الفترة دية بنبدأ نقلبه كل يوم او كل يومين علشان خاطر لما بيتساب التفل بتاع العنب والقشر بتاعه بيعلى الفوق وياخد معاش ايه؟ كل حاجة تيعلى الفوق فبالتالي ما يتمش التخمر مضفوط فانا بنقلبه عشان نزل الحاجات اللي تحت عشان تبقى تملي رضة ويحصلها تحلل كامل وبتدأ تتخمر وما ضفناる Avignon لان العنب كان مسكر والمفروضي يتضيبط نسبة السكر بتاعته حسب نوع العنب اللي انت جايب في عنم ما يتبقى ش نسبة الحلاوة فى كبيرة وفي عنم نسبة الحلاوة فى كبيرة اللي نسبة الحلاوة فى كبيرة ممكن ما تضف له السكر وبعد ما يتخمر ويتضبط تضيف بقى السكر اللي انت عايزه حسب استعمالك فالعنب ده記得 نسبة السكر فيها عالية طعمه كان حلو يعني. يعني بعد ما عصرنا دقنا العصير اللي طلع. يعني حلو يتشير. زي ما يكون مسلا معلقة شاي حطت عليها تلات معلقة سكر. في حلاوة كوبات شيل اللي عليها تلات معلقة سكر. فالمهم بعد كده ايه? لمدة ثلاثة اسابيع بيتخمر. وبنقلبه كل يوم او كل يومين تقريبا. وبشرط انه يبقى معزول عن الهوى. فعشان بعزول عن الهوى فبنحطه بقى تحطه في اي حويات زي كده. انا جاي بجردة البلاستيك اهي. وبعدين ايه خرم الجردة البلاستيك من هنا اهو. وحطت في قلبه ايه? خرطوم. واحطت عليه سلك. وبعدين بحطه ايه? انا كنت اعمل ايه? عندين تهة اربعة جرادة زي دول. والخرطوم اهو بيجيب كوبية مية او اي حاجة فاها مية وحطت في قلبه ايه? في قلبه الخرطوم. ليه? عشان يبقى كده بالطريقة دية اي غازات بتدفع الجوة بتطلع عن طريق الخرطوم. تعدى على المية وتعمل فقاقية وتعالى. انما الهوى ما يخشش للايه? ما يخشش لانا. الضغط اللي زي دي اللي فيه يطلع برش. انما الهوى العادي ما يخش الجوة. ليه? عشان ما يديش فرصة للبكتيريا اللي موجودة في قلب والفتريات اللي موجودة في قلب الهوى. انها هتعمل عفونة في الايه? انها تنشط عليها بكتيرها فتريات ضارة يعني. يعفن الخليط بتاعها. بعد كده مسكناه صفناه. التصفية من جايبين مصفة. وبحط الاناق في الاناق تاني. الحاجات دي اتنتيجة التصفية. بوقع عناب وبتاع نشفى على على الحرف هنا من بوقع التصفية. بنجيب مصفة ونحط نفرش في قلبها اي قماشة تكون خفيفة او شاشة خفيفة. وبعدين نبدأ نقلب الخليط بتاعنا اللي احنا مفرمينه وهارسينه دهوت بعد ما بيبقى تحلل. ونقلب وبعدين كل ما يتكتل عندنا كمية نقوم مسكين الشاشة ولفين لفين عشان نعصره. ونضغط عليه جامعة لحد ما نعصره. ونقوم جايبين التفلي على جامعة. ونقرر عملاء دي لحد ما نخلص ايه? عصير اللي بتكرر. بعد ما عصرناه تمام بنسيبه فترة يرقت. لان ببوائل خميرة والحاجات الزغارة خالص بتبدأ يرقت في قلب الارضية تحت خالب. بعد ما بيرقت هنبدأ مرحلة التعبية. فانا عبيت جزء هوت. ده الجزء اللي انا معبي قبل كده. وانا هعبي معكو جزء برضه عشان نوريك بتعبز عشان ما يتعقرش مني. فبجيب خرطوم زي كده. والخرطوم ده هوت. انا انا بقى ايه? انا انا منزبطه من ساعة ما كنت بعب المرة اللي فاتت. بقس الخرطوم. يعني بشوف الحتة هنا مسلا انا مش عايز يبقى جاي من نهاية الايه? من نهاية القعل ايه من ارضيته كده. عشان بيبقى في ترقيدة هنا. انا مش عايزها تطلع. فبقى ايه? بجيب الخرطوم بقى مقايس الخرطوم مسلا كده. اخلي الحد كده. وقم جاي ايه? حطه في قلب الانا. فانا عايزت وحطته قبل كده هوت. وبسبته بحاجة عشان ما يتحركش. تسبتهم مش بغسيل تسبتهم باي حاجة اهو. وببدأ بعد كده قم جاي ايه ساحب ايه? ساحب آآ اللي انا عايز اعبديه اهو. انا كده صعبة هي في القاتل براه هنا لانك اتحركت فانا ايه? هنزل بقى تاني. كده انا هاسمعكم الاول تانية. هفرق اللي انا كدت عامله. هفرق ايه ساحب انا عايز الحد هنا كده. نعطها. نبدأ ايه? نمس كده. عشان ما تتحركش. اهو. وهبدأ بقى قعد عالكرسي اهو. شو ما ايه? قفت كتير. وهبدأ اشحب كده. حد ما ايه? وهشوف نزل في ملح كل اهو. خلاص طالما انا بقيت تحت المستوى ده. يعني النهاية انا هنا تحت هوت. فبيبدا الساعدة اتضفق بقى زمانت عايز. فابدأ بقى ايه اهو? احطها. هنزل بقى اللي هو تبعه. نبين لدي الزرز. فانا هتنى انتبع كورة عشان نزل ما تتملي. ايه? ايه? نقفلها. ايه? اهو بين ده اهو. حد ما يتملي خالص. اهو. قبل ما يتملي بشوى كده بجاهز نفس عشان اقفلها. 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 اقفلها كده. تاني من هنا كده اهو. تانيت اهو. عشان ما يجيبش ايه? ما سارفش حاجة يعني على بل منقله في اللي بعدها. اهو كده. كده ما بنزلش لنا تانية. اهو ابدا كده ومجايفات فتاني كده اهو. فتحت بنا تاني اهو. اهو. سبتها مفتوح ومي بتنزلتها. طرقة دية ما بتهيكش الرواسب اللي موجودة. ما بتهيكش الرواسب اللي موجودة تحت هنا. زي ما نشوفين كده اهو. 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 ما حد ما يتملي معانا. بنفس الطريقة. كله هنا عبيه بقبل نفس الطريقة. وانا عبيت اللي فات قبل كده بنفس الطريقة اهو. احنا مستندوسة ما كلمتكم ووسيت عني. فاتمالة شوف اتمالة الحدفان فا رح تقافل بسرعة. وسحيتها. انا هضطه دي كده. اهو. انا هكمل تعديته وباي كده يبقى اني بيت انتهى. بتسيبه برضو يرقد. اه ممكن تسيبه يرقد في قبل الازايز فترة. بس انا سيبته فترة جبيرة فمش يرقد تاني. حتى لو اه عندك رقد شوية فانت ما بتجي بقى تستخدم الازازة ممكن تنقله في حاوية تانية. يعني ممكن نعمل العملاء دي ينقله في حاوية تانية بعد فترة. وتسيبه يرقد برضو تاني وترجع تعبيه. يعني هو في بستلة زي دي ايه. انا بعمل الحركة دي تقوم جاي ايه? ام العديه في بستلة تانية. وتسيبه فترة برضو ايه مثل اسبوعين تلاتة هي رقة. وارجع بعد المرحلة دية ابدأ عبيه في ايه في الازايز. انما انا سيبته فترة كبيرة رقد وهو كده اعتبر خيء. وبتبدأ تستخدمه. انت بقى بحط السكر بعد كده زي ما عايز. اما تجي تستخدمه تحليه. حسب ايه? حسب رغبتك. اه طبعا عشان خاطر نستمر. هي البتاعة ما لا كيف انا رح تقفلت ابدأ بشوية انا كامل شوية. المفروض ان انا بسيب شوية كده في قلب الايه? في قلب الازايزة الحاضية. اه. وطبعا عشان تبقى عارف لو ما انت بتحط السكر كتير. السكر ده ما بتسيبه فيه بيتحول بعد كده من سكر لازبيرتو فبيرفع نسبة القحول اللي فيه. فعشان كده احنا هم نضفوه السكر كتير. عشان نسبة القحول اللي فيه تبقى نسبة بسيطة. احنا بعد كده لما باجي اشربه احط على شوية سكر احليه لانه بيبقى ايه? بتعمه لما بيقعد فترة زي كده بيبقى تعمه بقى خلاص من نسبة الحلاوة اللي كانت فيه قلت. ليه? لان نسبة السكر كزء كبير منها هتحول لكحول. فبيبقى نسبة معقولة يعني آآ نسبة لكحولات تبقى حاجة بسيطة خالص لو تسكر يمكن واحد في المية او حاجة. فبنشب يعني زي حاجة مهضمة كده ما بتعملش حاجة يعني. بعد الاكل لو بقى اكل كقيلة ولا حاجة ممكن تشرب شوية. مهضم ما تقطرش يعني. اه او زي ما انت شايف كده. وبنجيب بتسيب مسافة فاضية كده وبنحن نجيب بقى ايه? خل او غطيان زي كده غطيان بلاستيك ونبدأ ايه? ونبدأ نبطها دي. آآ آآ زي ما انتوا شايفين كده احنا يعني بنحاول نحن نجتهد عشان نقدم لكم كل حاجة جديدة ومفيدة وكل حاجة بنجربها بنفسنا. وآآ عشان نستمر لازم ان تدعموني. فيعني كل واحد كده احلى لايك. واحلى سابسكرايب. دوس على سابسكرايب. وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بننزلها وبنوعكم ان احنا تملي. يعني ان لكم كل حاجة جديدة ومفيدة. وبكل امانة. من غير اي غش او اي خداع. ويلا الف سلام. سلام.